كالعادة دائما حاجز آخر أمام هذا الفريق دائما أشياء سلبية ضد هذا الفريق لكن أظن على أن المجموعة تقدم عمل جيد بجودة تقنية وكروية وحتى ذهنية كفريق يحب كرة القدم وباحترام تام يعملون دائما على تجاوز العقبات ولكن أظن أننا أمام الكثير من العراقيل بداية بالتحكيم مرورا بدغط البرمجة والآن نحن أمام مشكل كبير ومهم جدا أن نلعب مبارتين حاسمتين بدون جمهور شيء محزن حقا لكن سنحاول أن نلعب المباراة ونقدم أحسن ما لدينا لتخطي هذا الحاجز رغم أننا كنا نتمنى حضور المناصرين في لقاء الجمهور لأنه كان سيسايا في مدخول مهم وبالتالي حل جزء من المشاكل المادية أعود وأكرر على أن هناك مجموعة من العراقيل غير منطقية لأنه ليس من المعقول إغلاق الملعب فليس بحل فكرة القدم للجمهور والاحتراف يحتاج لمدرجات ممنوعة يجب عليهم تصحيح هذه النقطة مستقبلا كما أطلب من الجمهور الذي يحضر للملعب أن يتحلى بالروح الرياضية ويكون هناك سلم لمساعدة الفريق هذا لا يعني على أن مناصر الرجاء هم من خلقوا المشكل لقد حضروا في الديربي أمام الويداد بأعداد كبيرة ولم يكن هناك أدنى مشكل أنا لست متفق مع قرار غلق الملعب لأنه ليس بحل لأن نسبة كبيرة من نجاح المباريات هي للجمهور خصوصا أن الرجاء لها جمهور وفي أما بالنسبة لنا فسنحاول تخطي هذا المشكل بكل قوة